أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أن الحكومة الاتحادية هي المعنية بصرف رواتب الموظفين في الإقليم بعد توقف تصدير نفط إقليم كردستان وتسليم الملف لشركة سومو موضحا أن الإقليم لم يعود يمتلك المبلغ الكامل من أجل دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي وأضاف أنه يحتاج شهريا لمبلغ 920 مليار دينار لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مشيرا إلى أن بغداد ستتفع مبلغ 400 مليار دينار المتفق عليها سلفا وهذا المبلغ مع المبالغ الموجودة لدى وزارة المالية يمكن من خلالها دفع رواتب لشهر نيسان بانتظار إقرار الموازنة